موسيقى الرئيس السيسي يشدد على ضرورة اقتنامي فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يجنب المنطقة عواقب التصعيد العدوان يتواصل على أنحاء قطاع غزة وسط تجاوز عدد الضحايا المائة وثلاثين ألفا وسلطات الاحترال تطالب بإخلاء مخيم المغازي وسط القطاع مدبول يشهد توقيع اتفاق يتيم مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء منطقة الرياح بخليج السويس السادسة مساء بتوقيت القاهرة ثالث بتوقيت جرانات نشطة الإخباريات المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تعطيه تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان جورنيا الذي أشهد بدور مصر في جهود الوساطة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد استيفان سي جورنيا وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الفرنسي حرس على نقل تحيات الرئيس مكرون للسيد الرئيس مشيرا إلى أن الرئيس مكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهم في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع السيد الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة وفي هذا الإطار أشاد وزير خارجية فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطع غزة وتبادل الرهائن وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لغتنام فرصة المفاوضات الجارية والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد مؤكدا أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار ومنوها إلى مسئولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية والعمل المشترك لتطوير وتعمق أطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي على ضرورة حل الدولتين كمفتاحين لحل الصراع الدائر وشار وزير الخارجية إلى رؤية المصرية المتمثلة في ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية معربا عن أمله في أن تسفر جولة القاهرة المرتقبة لمحدثات التهديئة عن وقف إطلاق النار في غزة تطابقت وجهة نظرنا اليوم بشكل مباشر وبلغة مباشرة وصريحة حول الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان عن الهلين المدنيين في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع تحدثنا بشكل مسهب عن الجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائنا في قطر ومع أزقائنا في الولايات المتحدة وجولة المباحثات الأخيرة التي كانت في الدوحة والتحضير للجولة القادمة التي ستوقد هنا في القاهرة بما يؤشر ونأمل في ذلك أن يؤدي هذا الحراك وهذا التحرك إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وصفقة تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وأيضا الأسرة الفلسطينيين شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد وأكد عبد العاطي على مناقشة عدد من القضايا الملحة في المنطقة والقرن الإفريقي مع الجانب الفرنسي اتفقنا معا على أن التصعيد في المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف وثم الطريق واضح لخفض التصعيد وتجنب انفلات الأمور وما يمكن أن ينتج عن أي حسابات خاطئة أو تحركات غير محسوبة إلى انفجار الأوضاع بشكل كامل كما ذكرت اتفقنا سويا أن العنصر الهام في وقف هذا التصعيد هو أولا وقف حمام الدم والقتل الذي يحدث في قطاع غزة وبشكل فوري وفي إطار صفقة متكاملة وبما يمثل المخرج الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب والمواجهات التي لن يخرج منها أي طرف رابحا نقدر بطبيعة الحال هنا في مصر الجهود التي تبذلها فرنسا في خفض التصعيد وخفض حدة التوتر وما تقوم به من أدوار مع شركائها في الإقليم ونؤكد مرة أخرى أن الفرصة لا تزال صانحة إذا صدقت النواية وإذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الأطراف في وضع حد لهذه المذابح اليومية التي تحدث في غزة ويعيشها الفلسطينيون من جهته وجه وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجوغني شكرا لرئيس عبد الفتاح السيسي وأكدا أن بلاده تنظر لمصر لأنها دولة مهمة جدا في المنطقة وثمن سيجوغني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الجهود المصرية المبدولة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة والتزام مصر كوسيط لوقف إطلاق النار في القطاع هذه المرحلة الأخيرة لفي مصر تبين أهمية شركتنا وتكلمت عنها معالي الوزير وكذلك المكانة المركزية لبلدكم لإيجاد حل لتفادي الحرب الإقليمية وكذلك لخدمة السلام وتهدئة التوترات الإقليمية معالي الوزير سوف ألخص رسالتي بثلاثة نقاط رسائل ثلاثة هي التي نقلتها خلال هذه الجولة إلى الذين التقيت بهم في المنطقة أول رسالة الأولى نود أن نحيي الجهود الدبلوماسية الثابتة التي تفعلونها منذ بداية الحرب في غزة من أجل إيصال المساعدة الإنسانية تكلمت عن هذا معالي الوزير ونحن الاثنين وبلدينا فرنسا ومصر عمل كثيرا معا لتوفير الدعم الإنساني والطبية للشعب الفلسطيني في غزة وأمل أن نحن نريد أن يستمر هذا التعاون وحتى فيما نسميه باليوم التالي أريد أن ننطلق في تعاون جديد خدمة للغزويين ولتعزيز المساعدات الإنسانية وأيضا وبشكل خاص التزامكم أنتم كوسيط إلى جانب قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق مار مستدام إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبولة أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة إلى 16 شهيدا إلى جانب إصابة العشرات كما تم قصف مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد ستة موطنين من بينهم طفلان كانت مصادر طبية أفادت باستشهاد أكثر من 21 موطنان في غارات الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 من أكتوبر 2023 ما أصفر عن استشهاد 40 ألف و 74 فلسطينيا وإصابة 92 ألف و 537 آخرين وذلك حسب بيان السلطات الصحية في قطاع غزة طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة ونشر جيش الاحتلال منشورات على مخيم المغازي مطالباً النازحين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوباً إلى ما يدعى أنها منطقة إنسانية آمنة وكان الاحتلال قد أصدر أوامر إخلاء لمناطق في خانيونس وشرق دير البلح وبيت حنونة قال شهود عيان ومواطنون إن أوامر الإخلاء والنزوح لا تتوقف ولا يوجد أماكن يمكن اعتبارها آمنة في قطاع غزة أعلنت سلطة الصحية في غزة إصابة طفل يبلغ عشرة أشهر بشلل الأطفال في قطاع غزة والذي تقول الأمم المتحدة إنه كان خالياً من هذا المرض منذ خمسة وعشرين عاماً انضم الأمين العام للأمم المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف للمطالبة بهدنتين إنسانيتين من سبعة أيام ليتسنى تلقيح أكثر من ستمائة وأربعين ألف طفل دون العاشرة ضد مرض شلل الأطفال بعد رصد الفيروس في مياه الصرف الصحي في القطاع المدمر لم يعد غريباً أن تسجل السلطات الصحية في غزة أول حالة إصابة بشلل الأطفال في القطاع بل الأكثر إذهاشاً أن تكتشف حالة واحدة فقط لطفل عمره لا يزيد عن عشرة أشهر في مكان تم تفريغه عمداً من كل مقومات الحياة وتعبئته بكل مقومات الموت والدمار فما بين نقص الغذاء الذي وصل إلى حد التجويع وما يعقبه من تدهور الوضع الصحي للمدنيين ونقص احتياجات النظافة الأساسية وعدم توفر خدمات الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين وعدم توفر مياه الشرب الآمنة كل هذا خلق بيئة حاضنة للعديد من الأمراض والأوبئة وأولها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المحزن أن وكالة الأونروا صارت لا تطمح إلا لهدنة ولو لمدة سبعة أيام للسماح بإجراء جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال وجددت مناشتتها للمجتمع الدولي ومنظمات الصحية الدولية سرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهماجي فوراً على قطاع غزة والعمل على تهيئة الظروف الميدانية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه أما السلطات الصحية في غزة فقد وجهت نداء عاجلاً لكافة المنظمات والهيئات الدولية بضرورة العمل الفوري لأعادة بناء أنظمة مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية والصلبة والعمل على إدخال الوقود لضخ المياه العذبة النقية والسماح غير المشروض لدخول الإمدادات الطبية والأدوية والمواد الخاصة التي تستعمل للنظافة الشخصية وأكدت السلطات أنها ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الأطفال تحت سن عشر سنوات حيث تم توفير مليون ومئتي ألف ورعة من تطعيم شل الأطفال من النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف هذا وما زال الفلسطينيون يقاومون جميع أشكال الحروب من القتل والترهيب والتشريد والتجويع واستعال من سد أذنيه عن سماع استغاثاتهم وتكالبت عليهم جميع الظروف ولكنهم على الرغم من كل هذا لا يزالون صامدين ولا غرابة فهم الشعب صاحب الأرض امتدت الأزمات المالية في إسرائيل إلى قطع المصارف في ظل صعود معدلات التضخم وتباطئ النمو الاقتصادي وتزايد استنزاف الخزان العامة بفعل نفقات الحرب على غزة وهبط صافي ربح بنك الخصم والتسويات الإسرائيلية رابع أكبر بنك في إسرائيل للربع الثاني من العام الحالي بنسبة أثنى 10.6% وذلك مقرنتا بنفس الفترة من عام 2023 لتصل إلى 1.4 مليار شيكلة وذلك على خلفية استمرار سلسلة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جرأ الحرب الممتدة منذ أكثر من عشرة أشهر على القطاع يذكر أن قطاع المصارف الإسرائيلي واجه أزمة حادة حيث ستدفع البنوك التي ستبدأ الإعلان عن نتائج ربع الرابع 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل في عامي 2024-2025 أشهد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بجهود اللجنة الفرعية المكلفة بأعداد وسياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديدة للانتهاء من مشروع القانون بهذه السياغات المنضبطة وخلال ترأس اجتماعا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة واجه المستشار جبالي الشكرى لوزاراتي دفاع والداخلية لدعمهما لعمل اللجنة الفرعية للأصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطية الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة بين حقوق المواطنين وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين والرؤساء وممثل الأحزاب السياسية مشيرا إلى أن هذا التنويع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة الرئيس السياسية من جانبه قال المستشار عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب إن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها والبحث هو الدراس المستفيدة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الأمر إلى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برأيها وهو ما كان له أتره في مدى التوافق الذي حاضي به مشروع القانون من جانبه وجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي وجه الشكر لرئيس مجلس واللجنة الفرعية مشيدا بمبادرة مجلس النواب وضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وأشار فوزي إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار مثل هذا القانون في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدأ إلى الحبس الاحتياطي وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات في هذه الأثناء شهد وزير العدل المستشار عدنان فانجري بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي وتنظيما دقيقا لأحكامه وتنظيما كاملا للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة ما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين من جانب أكد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي إنه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحميح حقوق وحريات المواطنين وتخفف عن كاهل المتقاضين والمحاكمة في السياق اعتبرت رئيسة المجلس القاومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحديثة التي اتخذتها الدولة في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملاف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القاومي لحقوق الإنسان في مصر الذي سيتم في أكتوبر القادم بدأت فكرة أعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلا عن العديد من الإشكالات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة هذا وقد تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95% خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين موسيقى 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 شهد رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة أنتاج الكهرباء منطقة الرياح بمنطقة خليج سويس بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات مصدر انفانتي وذلك بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوقيع يأتي في إطار الحرص على تنفيذ مزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة مشيرا في الوقت ذاته لأن هناك اقتراعا تاما بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة شهد رئيس مجلس الوزراء مصافا مدبولي فعاليات الاحتفالية المقامة لتسليم عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولى من المشروعات المنفدة بمدينة العالمين الجديدة وسلم الرئيس الوزراء عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولى من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة وذلك بالأبراج الشطائية ومدارين والحي اللاتيني والداون تاون وسكن مصر هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الوحدات السكنية والشالهات بمدينة العالمين الجديدة التي تم تسليمها لحجزها اليوم وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة أشار رئيس الوزراء في مستهل الجولة إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وجعلها نقطة جذب عالمية مؤكدا حرص الدولة على إتاحة مختلف الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح بمدينة العالمين الجديدة سعيا لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام ما يحقق أهداف التنمية المستدامة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن جهود الدولة استطاعت تغيير مدينة العالمين الجديدة من مدينة ألغاما وصحراء قاحلة إلى مدينة متكاملة الخدمات طوال العام وأكد مدبولي على ربط مدينة العالمين بالشبكة نقل ومواصلات منها القطار الكهربائية حتى تصبح مقصدا سياحيا عالميا قبل هذا التاريخ هذه المدينة كانت منطقة سحراء قاحلة كان فيها مشكلة الألغام وإزالة الألغام لأنها كانت مصرح عمليات الحرب العالمية التانية فبالتالي الحمد لله أن نغير وجه التنمية والوجه اللي كانت عليها هذه المنطقة أعتقد ده شيء في حد ذاته يثبت أن الإنسان المصري قادر على كل شيء وأضاف رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مدينة العالمين الجديدة هي لكل المصريين أشيرا إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية لكل الفئات وأكد مدبولي أن المدينة بخدمتها المتكاملة متوفرة لجميع الشرائح نحن لا نعمل مدينة صيفية نحن نعمل مدينة ستشتغل طول السنة مدينة متكاملة مش عايزين نكرر الخطأ اللي حصل على مدار عقود سابقة إن كنا بنخصص أراضي الساحل كلها تبقى منتجعات صيفية أو قرى سياحية للفئات معينة لا إحنا بنكلم على مدينة كاملة فيها كل حاجة بدءا من المنطقة الصناعية، الخدمات الإدارية، التعليمية، الصحية، السكنية كل حاجة اللي يخلي هذه المدينة زيها زي أي مدينة تشتغل على مدار الـ 12 شهر في السنة قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بكافة المجالات العلمية الحديثة قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بدأت الفعاليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورات والذي أظهر مدى ما وصل إليه المتدربون من مستوى متميز على يد نخبة من المتخصصين في مجالات عملهم كما تم عرض الموقف التدريبي الذي تضمن شرح برنامج الدورات وما اكتسبه المتدربون من مستوى علمي ومعرفي تلا ذلك إعلان نتيجات الدورة وألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر في تدريب وتأهيل العاملين بوزارة النقل وذلك من خلال أعداد كوادر تعمل وفقا لأعلى درجات الانضباط الذاتية مؤهلة بالعلوم الحديثة بما يواكب التطور التكنولوجي المتلاحق في مختلف المجالات أنا فعلا ساعدت جدا 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 بفكرة البحث وبأسلوب تناول هذه الفكرة البحث بيظهر فعلا تعاون وزارات الدولة وأجلس الدولة المختلفة في تحقيق الأمن القوم فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر لتخريج أجيال متعاقبة المسلحين بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة وأعرب الدارسون عن شكرهم للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية واهتمام خلال فترة التدريب أتوجه بخلص الشكر للأكاديمية العسكرة المصرية وعلى الظهر العظيمي اللي بيقوموا فيه في عداد الشباب وعداد جيل المستابر يدفرنا كمان أننا على الجنب العلم والثقافي أننا ندرس بعض العلوم اللي هتفدنا في مجال شغلنا تعلمت حاجات كتير طبعاً أهمها إزاي أكون قائد في مكاني بغض النظر أنا حتكون في أي وظيفتي حتكون إيه وأحافظ دايماً على علاقتي بالمرؤوسين وده بالنسبة لي حاجة مفيدة لي كالميدان بتاع اللي هو في الموقع إن شاء الله هتكون دافع لي كبير استفدت أن أنا دوري كشغلي يعني مرتبط بالأمن القومي بتاع وطني يعني مش عشان أنا مثلاً شغلة في مجال أحس أنهم نفصل عن الأمن القومي لا أنا دوري لي دور وبيأثر على الأمن القومي كمان إن شغلي كمان مرتبط بالوزارات التانية كل هيئة على حسب التخصص سواء مدني أو اتصالات أو عمارة كان بيجينا مدربين لشان نقدر نواجه سوء العمل بعد كده وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤول وزارتي النقل والمالية السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصرية ونتبع فيها حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على الجليل الأعلى تسفر عن اندلاع حرائق ووقوع إصابات بين جنود الاحتلال أفدت وسائل أعلام إسرائيلية بأنه تم أطلق عشرات الصواريخ على الجليل الأعلى وصفض ومحيطها من جنوب لبنان مشيرة إلى اعتراض بعض الصواريخ المتجهة ضحو صفض وذكرت الصحيفة هارتس الإسرائيلية أن الرشقة الصاروخية أصفرت عن وقوع إصابتين في صفوف الجنود وانقطع الطيار الكهربائي عن منطقة حدسور الجليل فضلا عن اندلاع عشر حرائق في منطقة إليت هاشحر مشيرة إلى إعلان حالة استنفار بشمال إسرائيل ومطالبة سكان الجليل الأعلى البقاء بالقرب من الملاجئ من جانبه أعلن حزب الله قصف منطقة إليت هاشحر للمرة الأولى بعدد من صواريخ الكاتيوشا وذلك ردا على استهداف المدنيين وقصف قرى جنوبية ومنازل خصوصا في بلدة الكفور ما أصفر عن سقوط قتل وجرح مدنيين أكد رئيس البرلمان العربي عدل العسومي دعم البرلمان الكامل لكافة الجهود العربية والدولية الرومية لتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وأعرب العسومي خلال لقائه رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر بالقاهرة عن أمله في عودة الاستقرار لليمن في أقرب وقته من جانب اهتمل رئيس مجلس الشورى اليمني جهود البرلمان العربي في الدفاع عن القضية اليمنية في كافة المحافلة الإقليمية والدولية وكذلك مواقفه دعم لأمن واستقرار اليمن مؤكدا أن البرلمان العربي يقود دبلوماسية برلمانية قوية لدفاع عن كافة القضايا العربية أعلنت توزارة الخارجية الروسية أن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرقح أنها أمريكية الصنع من تراز هيمرز وأوضحت الخارجية الروسية أن تلك الصواريخ تسببت في تدمير جسر فوق نهر في منطقة كورسكا مما أصفر عن مقتل عدد من المواطنين أكد رئيس الأوكرانية بولادمير زلانسكي أن الجيش يعزز مواقعه في منطقة كورسكا بعد أكثر من عشرة أيام على بدء هجوم كبير تشنوا الكوات الأوكرانية على الأراضي الروسية جاء ذلك غادتتها مسؤولين روس لأوكرانيا بتدمير جسر رئيسي فوق نهر السيم الذي يمر عبر منطقة الحدود وشن الجيش الأوكراني عملية مفاجئة داخل روسيا في السادس من أغسطس معلنا السيطرة على عشرات القرى في أكبر هجوم عبر الحدود على الأراضي الروسية أعلنت الخارجية الروسية أن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أمريكية الصنعة من تراز هيمارس لتدمير جسر فوق نهر السيم في منطقة كورسكما أصفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء المدنيين وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا داخلروفا إن منطقة كورسكا تعرضت لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنعة محتملة كانت ولكنها باتت في مهب الريح مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا وذلك بعد التواغل الأوكراني في العنق الروسي في كورسك في ثلاثة أشهر فقط تحولت كييف من الدفاع إلى الهجوم مدعومة بوصول الذخيرة والسلاح مما قد وير مسار الحرب والسلام في أوكرانيا ووفقا لكييف هجوم كورسك سيمنحها خطابا مختلفا يشوبه النصر سواء مع الشركاء أو في الشارع الأوكراني كما أنه قد يجبر الكريملين على التفاوض وتأمل كييف أيضا في استخدام أسرى الحرب الروس في عملية تبادل أسرى والأهم من ذلك قد تدفع العملية الكريملين إلى إعادة نشر بعض قواته من جنوب وشرق أوكرانيا مما يخفف الضغط على الجافة الأوكرانية في الداخل وهو ما رفضه الرئيس بوتين لا يزال الهدف النهائي من عملية كورسك غير واضح تماما على الرغم من الخطوات الأوكرانية على الأرض بما في ذلك إعلان منطقة عسكرية وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين إلا أن تقارير روسية تشير إلى أن التقدم السريع للقوات الأوكرانية في كورسك تحقق بفضل معدات حرب إلكترونية قطعت الاتصالات الروسية وسمحت بتقدم سريع للآليات داخل المناطق الروسية مدعومة بهجمات من الطائرات المسيرة وحماية الدفاع الجوي وهذا يعكس أن كييف حصلت على مساعدة لوجسية واستخباراتية قوية من جانب الغرب وقالت ذات الخارجية الروسية إن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أمريكية الصنع من طراز هيمرس لتدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة كورسك مما أصفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين الحرب بين موسكو من جهة واكييف وحلفائها من جهة أخرى قد تشهد توسعا بعد احتدام الصراع في داخل روسيا نقلت وكالة تاسا للأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة ذابوريجيا للطاقة النووية قولها إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة عن طريق خارج للمحطة مما عرض موظفيها الذين يستخدمون طريق للخطر سيطرت روسيا على محطة الطاقة النووية الأكبر في أوروبا بعد وقت قصير من بدء عملياتها العسكرية وساعة النتاق الأوكرانية وذلك في شهر فبراير من عام 2022 تبدلت موسكو وكييف مرارا لاتهامات بتنفيذ محاولات تخريب تستهدف أنشطتها موسيقى يعقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية اجتماعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا وذلك بالتزامن مع جولة نائبة الرئيس كاملا هارس في عدد من الولايات الحاسمة تظهر استطلاعات الرئي تقاربا كبيرا في المنافسة حيث تحسم الولايات المتأرجحة وخاصة بنسلفانيا النتيجة وفق نظام المجمع الانتخابي الأمريكي وقد خسر ترامب الولاية بفارق ضئيل أمام بايدن في عام 2020 لكي يتمتع بدعم قوي في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة أفدت مصادر في الحكومة اليابانية أن وزارة الدفاع تدرس طلب ميزانية قياسية تتجاوز 8 تريوليونات ينم أي ما يعادل 54 مليار دولار للعام المالي 2025 ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر القولة إن الطلب العام المالي الذي يبدأ في أبريل من العام المهبل ستضمن تكاليف الحصول على طائرات بدون طيار هجومية لأمن سلسلة جزر نانس الجنوبية الغربية والتي تعد مهمة استراتيجيا لقربها من تايوان وستكون هذه المرة الأولى التي تسعى فيها الوزارة إلى الحصول على أكثر من 8 تريوليونات ين متجاوزتنا الميزانية الأولية القياسية والبلغة 97 من 10 تريليون ين للعام المالي 2024 والتي تستمر حتى مارس القادم قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تعزيز إجراءات الحجر الصحي والمراقبة لفيروس جدر القرضة وعدم أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات بات يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع لتقييم مخاطر الفيروس شارك فيه خبراء طبيون وأكاديميون حيث ناقشوا احتمال دخول جدر القرضة إلى البلاد واستراتيجيات الاستجابة له وذكر مسؤولون حكوميون وخبراء أن الوضع الراهن داخل البلاد يمكن السيطرة عليه في ظل نظام الحجر الصحي الحالي أعلنت وكالة الصحة تابعة للاتحاد الأفريقي أنه تم تسجيل إجمالية 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدر القرادة منذ مطلع العام في أفريقيا بينها 1200 حالة في أسبوع واحد وأشارت تعداد صادر عن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تحديد الكثير من متحورات الفيروس مؤكدا أن هناك 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة وأضف أن جمهورية الكونغو ديمقراطية التي تعد مركز انتشار الوباء شهدت جميع الحالات المسجلة تقريبا مع 16800 حالة محتملة أو مؤكدة وتم تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة منذ بداية عام 2024 أعلنت إدارة الإطفاء بالعاصمة البريطانية اندلاع حريق في مبنى سومرست هاوس الشهير بوسط لندن مشيرة إلى أنه يجرى التعامل لإخماده وذكرت إدارة إطفاء لندن أنه تم نشر 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق مشيرة إلى أن السبب وراء الحريق والذي يعتقد أنه شب في سطح المبنى التاريخي ما زال غير معروف ويقع مبنى سومرست هاوس على ضفاف نهر تايمز كان قديما عبارة عن قصر ملكي والآن أصبح مركذا للفنون والثقافة والترفيه أفدت وسائل إعلام تركية بأن حريق الغابات يستمر في تشكيل تهديد لمناطق سكنية في إزمير ثالث مدن تركية من حيث عدد السكان والواقعة في غرب البلاد وقال وزير الداخلية التركية علي إيرليكايا إنه تم إجلاء 900 من سكان خمس مناطق معنية بالحريق خلال الليلة موضحا أن تدخل لمكافحة الحريق من نقطة انطلاق النيران صعب بسبب الوديان الوعرة ترجمة نانسي قنقر 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 تمر اليوم ذكرى المأساة التي عاشتها تركيا جراء زلزال إزمير الزلزال بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر خلف الزلزال آلاف الضحايا والمصابين ركام ودماء ودمار أجواء عاشتها تركيا لسنوات مريرة تحت وطأة زلازل هزتها بدرجاتها المخيفة حتى الساعة الثالثة فجرا يوم السابع عشر من أغسطس من عام 1999 عندما استيقظ الشارع التركي على صرخات واستغاثات الآلاف من المواطنين في مدينة أزمير نتيجة زلزال مدمر بلغت شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر وقد استمر هذا الزلزال لفترة تراوحت بين 35 و45 ثانية شهد فيها الأطفال والنساء والشيوخ شبح الموت وبلغ تأثير الزلازل مدينة إسطنبول وألحق أدراراً جسيمة بها خاصة بحي أفجلاش غربي إسطنبول الذي تواجد على بعد حوالي 70 كم من قلب العاصمة وبهذا الحي وحده توفي نحو ألف شخص تحت أنقاض المنازل المدمرة ونجم عن زلزال إزمير تشققات أرضية امتدت لعشرات الكيلومترات وتسببت في ابتلاع العديد من المنازل والسيارات وكشف تقرير تركي رسمي صادر خلال أكتوبر من عام 1999 أن الخسائر البشرية الفادحة للزلازل تمثلت في سقوط نحو 17127 قتيلاً و43953 مصاباً وكلفت الفطورة المادية الموارد المالية العامة ستة مليارات ونصف المليار دولار فيما تجاوزت التكاليف الثانوية العشرين مليار دولار وأوضح التقرير أن عدد المنازل المدمرة بلغ نحو 120 ألف مسكن منها 20 ألف عمارة تساود بالأرض كارثة إزمير منذ 25 عاماً دفعت السلطات التركية إلى الإسراع في فتح تحقيق جنائي لملاحقة العديد من مؤسسات البناء قضائياً لاعتمادها مواد بناء غير مطابقة للمواصفات في تشهيد البنايات بهذه المناطق ذات النشاط الزلزلي الأكثر خطورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتواصل فعليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين التي تشهد حفلات غنائية وعروضاً فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالاً كبيراً من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة ومع العالمين الجديدة نستمر وينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري كريم انقل لنا فعاليات اليوم في مهرجان العالمين تحياتي لكم وتحياتي للمعسادة المشاهدين من منطقة النورد سكوير في مدينة العالمين الجديدة هذه المنطقة التجارية المليئة بالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الفعاليات الترفيهية ولكن ربما متخصصة أكثر في الطعام كيف تكون هذه الفعاليات الترفيهية وطعام في نفس الوقت يتم عمل بعض المكتات المختلفة الخاصة بالطعام عن طريق البسكوت المحلة داخل هذه المنطقة لتكون عبارة عن أنشطة ترفيهية خاصة بالطعام في نفس الوقت ولكن هذا جزء من مهرجان العالمين الجديدة لجذب مزيد من السياح والزوار إلى المهرجان أما بالنسبة للفعاليات العامة التي نتحدث عنها منذ أيام ولكن تحديدا المميز هذه المرة هي فعاليات الموتورويك والسيارات السباق التي تتحرك من منطقة إلى أخرى في مدينة العالمين الجديدة نتحدث عن استمرار لسباق السيارات وتحديدا سباق السرعة للسيارات المعدلة بشكل عام والسيارات التي صنعت كما هي هذه السيارات تدخل في سباق للسرعة في أيضا الشوارع بين هذين البرجين من خلفي هناك شارع مخصص تم إغلاقه من جميع الجهات لتكون مخصص للسباقات السريعة وتم استعدادات خاصة بهذا السباق وتأمينات خاصة أيضا وإغلاق للشوارع وأيضا رجال المرور لتوجيه السائقين وتوجيه مرتادي الطريق لتأخذوا طرق أخرى غير المغلقة بسبب هذا السباق والإضافة لذلك أيضا فعاليات الخاصة بمهرجان نبتة ما زالت مستمرة للأطفال حيث يأخذون هذه الورش الخاصة بالحكي والتمثيل وأيضا بعض الألعاب الترفيهية داخل مهرجان نبتة وهي أيضا ما يميز مهرجان نبتة أنه يجمع النشاطات ويجمع الأهالي مع أبنائهم ليلعبوا أو ليمارسوا الأنشطة في نفس ذات الوقت ولكن هذه الأنشطة هي أنشطة ترفيهية وتثقيفية في نفس ذات الوقت بالنسبة لمهرجان نبتة نتحدث أيضا عن استمرار لعرض المسرحيات في نهاية كل أسبوع فرصدنا عدد من المسرحيات في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث وها نحن أيضا في هذا الأسبوع أيضا المسرحيات في المنطقة الترفيهية ما زالت مستمرة فضلا عن استمرار الحفلات الغنائية والموسيقية في المدينة الترفية وتحديدا المسرح الروماني نتحدث بشكل عام عن الفعاليات الأخرى التي بدأت منذ بداية المهرجان نتحدث عن البراموتور أو يعني الألعاب الخاصة بالهواء والقفز من الهواء وأيضا عدد من الفعاليات الأخرى الرياضية على الشاطئ الخاص بالعالمين الجديدة وتحديدا المنطقة الترفيهية نتحدث عن لعب كرة القدم كرة السلة البادل عدد من الألعاب الرياضية كلها ما زالت متاحة لكل رواد مهرجان العالمين الجديد نتحدث أيضا عن الحفلات الغنائية الحفلات الغنائية تأتي في نهاية كل أسبوع انتهت بالفعل الأمس هذه الحفلة التي لاقت رواجا وإقبالا كبيرا جدا من المواطنين وتحديدا يعني حفل حمزة نامرة ومصار إكباري وتحدثنا مع المواطنين عن هذا الحفل وأشهدوا بالتنظيم بشكل عام وأيضا أشهدوا بالمنطقة التي أقامت وقيمت فيها هذه الاحتفالية بالإضافة لذلك أيضا الجميع الآن في انتظار حفل نهاية الأسبوع والتي سيكون في استضافة يعني أن العالمين الجديدة سيستضيف فرقة كايروكي وبالطبع عدد كبير من أيضا المواطنين بدأوا بالفعل بالحضور من بداية هذا الأسبوع وهي فترة صيفية لانتظار هذا الحفل الكبير في نهاية المهرجان أشكرك جزيلا على نقل صورة من العالمين على الهواء مباشرة كريم بيبرز الآن موعد أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة تقدم أخبار الاقتصاد ميرنائها بتفضيل ميرنائها شكرا إيمانا شكرا أدا أهلا بحضراتكم هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا أصدرت وزارة المالية عرضا معلوماتيا توضيحيا بعنوان المواطن أولا في السياسات المالية وأكدت الوزارة أنها تستهدف بذل كل الجهد لمدة مضلة الحماية الاجتماعية لمحدود ومتوسط الدخل وتخفيف الأعباء بكل الصبول عن المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة أوجه الإنفاق عليها كما أشارت الوزارة إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضا دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يصهم في تقليل تكليف الإنتاج المحلي ومن ثم الحط من ارتفاع الأسعار بقدر إن كان وأضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط المالي وخلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطعات التنمية البشرية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر بحث وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلا مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف في مصر جيرمي هوبكنز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها وأكد وزير الرئي أهمية مشاركة اليونساف في فعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه الموسم عقده في شهر أكتوبر القادم والذي كان من المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من المشاركين خاصة مع عقد أسبوع المياه الأفريقية التاسع بالتزامني مع أسبوع القاهرة أكد وزير البترول وثروة المعدنية كريم بدوي أهمية تنفيذ الخطة التوسعية لشركة مصر لإنتاج الأسم داموكو والتي تضم عددا من المشروعات الجديدة من أهمها مشروع خفض الانبعثات والذي يمثل تطورا إيجابيا في مجال الإنتاج الأخضر جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرنس للجمعية العامة العادية للشركة حيث أشار بدوي لدعم الوزارة الكامل هذه المشروعات وأعمال تنفيذها موجها الشكر لإدارة الشركة والعاملين على الجهود المبدولة للوصول لهذه التطورات الإيجابية افتتح محافظ سهاج عبد الفتاح سراق معرض صنع في سهاج الذي يضم مختلف الصناعات التي تشتهر بها المحافظة كما يضم المعرض منتجات منصانع المناطق الصناعية بسهاج يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لنهوض بالصناعة بسهاج ضمن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال الافتتاح أكد المحافظ أن المعرض يأتي في إطار تشجيع الاستثمار والصناعات المحلية مشيدا بجودة منتجات منصانع سهاج التي تنافس المنتجات العالمية نهاردة كان افتتاح معرض صنع في سهاج وده كان تتويج للجولات الميدانية في المناطق الصناعية في سهاج علشان نلقي الضوء على أهم الصناعات ورجال الصناعة اللي بيبشروا مشاط في كافة المجالات سواء في المنتجات الغذائية في التلاجات في الغسلات في البتجازات والحقيقة أن هذا المعرض أكد أن فيه صناعة في سهاج وهذه الصناعة صناعة تنافس الشركات الكبرى وفي أسواق البترولة العالمية انخفضت أسعار النفط بنحو 2% وترجع خامو برينت إلى مدون 80 دولار للبرميل ذلك وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين أكبر مستوردين نفط وترجعت العقد الأجلة لخامو برينت نسبة تقدر بـ 1.7% لتصل إلى 79.68 دولار للبرميل كما انخفضت العقد الأجلة لخام غرم تاكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% ليصل إلى 76.65 دولار للبرميل يأتي ذلك فيما ترجعت أسعار المزوط عالميا بنسبة تصل إلى 2% لتصل إلى 2.34 دولار للتر وانخفضت أسعار الغزي الطبعية بنسبة 3.37% لتسجل 2.12 دولار لكل مليون واحدة حرارية بريطانية ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نمو اقتصاد البلاد لنصف الأول من العام لم يتجاوز 6.10% وأوضح المعهد الوطني أن اقتصاد تونس نمى بنسبة تقدر بـ 1% فقط في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنويا انتهت أخبار الاقتصاد وعود مرة أخرى إلى إيمان وأدى شكرا لك مرنة وفي الختام مشاهدين هذه عنوين الأخبار الرئيس السيسي يشدد على ضرورة اغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يجنب المنطقة عواقب تصعيد العضوان يتواصلوا على أنحاء قطاع غزة وسط تجاوز عدد الضحايا 130 ألف وسلطات الاحتلال تطالب بإخلاء مخيم المجازي وسط القطاع مدبولي يشهد توقيع التاقياتي مشروع إنشاء محطة إنتاج كهربائية منطقة الرياح بخليج السويس أشهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري إلى اللقاء شكرا اشتركوا في القناة